موسيقى استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وذكر المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكدت خلال المباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي دعم مصر لكافة الجهود الرامية لحماية وحدة الأراضي الليبية ودعم مؤسسات الدولة لتمتينها من القيام بدورها لتحقيق هدف عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يحقق مصالح الشعب الليبي الشقيق ويدفع مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا من جانبه ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدور المصري الداعم لليبيا على جميع الأصعب وما تقدمه مصر من مسامدة صادقة لجهود المصالحة الوطنية الشاملة وحرص النصر على توحيد مؤسسات الدولة الليبية الأمر الذي يعد جوهرياً لاستعادة الاستقرار في البلاد مستعرضاً تطورات المشهد السياسي الليبي وما يبدونه المهد السوريئاسي من جد بتوحيد رؤى مختلف الأطراف الليبية وأوضح المتحدث راسيم أيضاً أن اللقاء جهد تأكيد أهمية العمل على ترسيخ وحدة وأمد الدولة الليبية وخروض جميع القوات الأجنبية والمتازقة من ليبيا وموصلة العمل على تعزيز قدرات مؤسسات الدولة الليبية للقيام بدورها واستكمال مسار الانتخابات بما يضمن تفعيل إرادة الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته ومصالحه الانتخابات